في جلسات مجلس الشعب قيل من قبل أنه يجب أن ندخل في هذه المرحلة في فكرة التصويت على أي انتخابات أو على أي استفتاءات مقبلة زي ما العالم كله بيعمل فكرة اللجان أن تذهب بنفسك إلى اللجنة دي فكرة ربما أن حصرت أو أصبحت في نطاق محدود في دول العالم كلها الناس كلها بتصوت بشكل إلكتروني النهاردة إحنا أمام مشروع جديد يمكن المختلف في هذا المشروع أنه هو بيتحدث عن العملية بأكملها من أول فكرة الاستفتاء من أول ما تبتدي تعطي صوتك لناخب أو لمرشح ما وحتى اللحظة الأخيرة لظهور النتيجة كمان يمكن هذا المشروع مختلف عن مشروعات أخرى تم طرحها أنه هو بيقوم بتنطية جدول الانتخابات بيحظر المسجلين خطر بيعمل على أنه يخفض عدد اللجان إلى الربع يستطيع الناخب أنه يدلي بصوته في خلال عشر ثواني كمان بيصعب على أي شخص أو الهاكرز أن هما يخترقوا هذا الموقع أو هذا المشروع خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر حول هذا المشروع من صاحب المشروع المهندس عصام عبد العزيز أهلا بحضرت أهلا بحضرت إيه حكاية هذا المشروع ومشروع التصويت الإلكتروني وكيف يختلف عن المشروعات اللي سمعنا عنها من قبل طيب في البداية فندم احنا بنستعين بقاعدة البيانات اللي موجودة اللي احنا بنستخدمها حاليا وبنغذي بها النظام الجديد بعد كده بتبدأ عملية التصويت من المرشحين بنسجل أسماءهم وبياناتهم وبناخد صور لهم بنزلها على شاشات كبيرة توش سكرين علشان فيه ناس اللي ما بيعرفوش القرية والكتابة يقدر يحدد الشخص اللي هو محتاج يصوت عليه بيدخل المصوتين اللجنة الانتخابية برقم القومي بتاعه بيسجل رقم القومي على جهاز كيبورد للأرقام بتظهر قدامه شاشة اللي هو هيصوت عليها البج الأولاني بتبع مكتوب فيها اسمه وعنوانه وتاريخ ميلاده والمحافظة والمنطقة يعني هو مش هيصوت من بيته هو هيصوت داخل اللجنة داخل اللجنة اه داخل اللجنة الالكترونية ده اللي حالي بتقولي عليه الرقم القومي فيه الاسم فيه العنوان فيه المحافظة والمنطقة والمدينة بعد كده بعد ما بتظهر بياناته دي بيكمل بياناته ببصمة صبعه ودي الحاجة اللي هتميز بعد كده ان احنا نقدر نعمل قاعدة بيانات قوية ومحمية غير قابلة للتزوير ولا التلاعب بياخد نظام الاسم والبصمة مع الرقم القومي بيحفظهم في القاعدة البيانات الجديدة فبالتالي هو كده بينقي قاعدة البيانات القديمة اللي موجودة بكل ما فيها من اخطاء وانت تقص طبعا بالبصمة بانه لو اي حد عنده سبقه او مسجل خطر او يظهر من البصمة الهدف من البصمة ان انا يعني عندي الشخص اللي بيانته موجودة هو اللي بصمته على المعلومات بتاعته فبالتالي هو منع عن التزوير او اعادة التصويت بالتالي فهو لو خرج من اللجنة وحب انه هو يعمل تصويت في لجنة تانية فخلاص هو السيستم مشيق بلغي رقم قامي واحد وبصمة واحدة للشخص نفسه بعد ما بيعمل البصمة بتاعته بياخدها السيستم وبينقلها على قاعدة البيانات الجديدة فبتقلب الصفحة اوتوماتيكية لصفحة المرشحين فلو بنتكلم عن انتخابات رئيسة الجمهورية فبيبقى فيه عدد معين من المرشحين بمجرد اختيار الصورة بتضغط على صورة المرشح هو بيضغط على الصورة هنا بقى المشروع مش على الاسم على الصورة علشان انت يعني بتتكلم على الناس لو حد ما بيعرفش يقرأ أو يكتر بالضبط الصورة هيبقى تحتيها الاسم والرمز الانتخابي وكل حاجة موجود زي ما احنا شايفين كده بالضبط يا فندم زي ما احنا شايفين يضغط على صورة المرشح المرشح اللي هو اللي هو عايز يختاره بمجرد الضغط على الصورة بتنتهي عملية تصوتي ده بالنسبة لمرشحين رئيسة لو اتكلمنا عن الاستفتاء بيبقى فيه خانتين بس خانة بنعم وخانة بلا وفي نفس المرحلة برضو بيصوت على نعم أو لا لو بنتكلم عن انتخابات مجلس الشعب ودي طبعا لسه اللجنة العليا للانتخابات محددتش سكنت هتبقى قوائم أو فردي بتزيد صفحة كمان صفحة للفردي وصفحة للقوائم وهو هو نفس المرحلة اللي بيتم بيها برضو بيصوت على الفردي وبعد كده بتقلب وبيصوت على القوائم طيب المشروع ده كامل؟ كامل الفندم ان شاء الله انت بتقولي من اول التصويت لباية اعلان لحد اعلان النتيجة ازاي بقى؟ احنا بدأنا دلوقتي بمرحلة التصويت مرحلة التصويت كده انتهت بمجرد الضغط بسيار صورة المرشح تمام يا فندم بياخد بعد كده البيانات انا عملت يعني نموذج للقاهرة لاني ما اقدرش احصر المحافظات كلها فبمجرد ان هو بيضغط على المرشح السيرفر بياخد الديات وبيحفظها عنده وبعد كده بيظهرها على الشاشات الرئاسية يقدر مجموعة المهتمين بالانتخابات او المرشحين نصوم يكونوا قاعدين بيتابعوا النتائج فورية في غرفة الكنترول دي بتبقى جنب اللجنة غرفة الكنترول دي مسئوليتها ان هي بتشوف بترائب اللجنة بالكاميرات وبتشوف لو في اي اخطاء حصلت من داخل اللجنة بيرجع المرشح او المصوت ايه الاخطاء هنا بقى المحتمل انه مثلا يضغط على صورة غلط ممكن يضغط على صورة غلط ممكن تظهر له بياناته بطريقة مش مظبوطة فبيسيب الجهاز زي ما هو الجهاز بعد 60 ثانية بيلغي بيكانسل العملية وبيرجع لصورة الاسكرين الاولانية الشاشة الاولانية ليه وهو بياخده جنب كل جهاز بيبقى فيه واحد مساعد بيقدر يدله ان هو يعمل ايه لو حاجة وقفت قدامه او لو هو برضو محتاج حد يدخله رقم القومة بتاعه المساعد بياخده بيودي غرفة الكنترول في واحد مدير النظام هناك هو اللي بيقدر يحدد اذا كان الشخص دوت فعلا محتاج ان هو يعدي البياناته ولا لأ فبيعدله بياناته وبيخليه عيد التصويت لمرة تانية الجنب التاني بيبقى فيه ان هم الناس المسؤولين عن الامن اللي بيراجعوا الكاميرات علشان منعا لاي تزوير ممكن حد من المساعدين دولة يوجه ارادة اي واحد من الناخبين فكرة الاشراف والمراقبة برضو موجود بالزبط افهم انت هنا مش بس سهلت على الناخب هو الناخب كده كده نازل وكده كده هيروح في اللجنة انا كنت فاهم ان التصويت هيبقى تصويت زي ما بيتم التصويت على بعض الاستفتاءات عن طريق كل واحد ممكن يصوته وفي بيته لكن المشروع انه لازم يكون فيه لجنة علشان فكرة الاشراف والمتابعة مظبوط افهم انت سهلت العملية كمان فكرة الفرز لان انت كده نتيجة بتطلع عندك فورية لحظة بلحظة مظبوط الاهم من كده كمان ان هي بتظهر نتائج فورية المنطقة مثلا لو كلمنا عن منطقة انتخابية زي المعادي والبساتين والدار السلام دي دائرة انتخابية واحدة فاحنا بنعمل هو تقريبا اربع لجان الكترونية في كل منطقة يعني المعادي اربع لجان الكترونية دار السلام اربع لجان الكترونية والبساتين اربع لجان الكترونية تمام الاربع لجان الالكترونية بيتحدد عدد الأصوات اللي فيهم على عدد الأجهزة يعني بس قبل ما أدخل في تفاصيل الدقيقة أول الموضوع كنت عايزة أقول أن الأجهزة بتستوعب أكبر عدد ممكن في الساعة الوحدة يعني تقريبا 3880 صوت في الساعة الجهاز الواحد ده طبعا بيوفر وقت كبير جدا وبيوفر ما بيقاش فيه زحام لأن العملية التصويتية من 10 إلى 15 ثانية بمجرد ما بيدخل الرقم القومي والبصمة بتاعته وبعد كده بيختار المرشح اللي هو عايزه طيب مشروع بالشكل ده حريك بتقولي أن هو جاهز وتجرب والتخوف دايما من النوعية دي من المشروعات اللي بتبقى على النات فكرة الهاكرز أو فكرة أن هو يتم اختراقه بأي شكل وبالتالي يعني التلاعب فيه النتيجة أنت بتقولي أن ده متحصن أو أنه فيه تحصين عالي جدا ما حدش يقدر يخترق الموقع ده آه يا فندم هو بالنسبة للهاكرز أو الناس اللي بيقدروا يدخلوا على الشبكات بيدخلوا من اتجاهين يعمى بيدخل عن طريق الانترنت يعمى بيدخل عن طريق السيرفر فالانترنت عندنا بيبقى شبكة داخلية مش متوصل بالشبكة الرئيسية مش متوصل بالانترنت بيبقى حاجة انترنال نتورك فمحدش يقدر يختار إلا من خلال السيرفر السيرفر أكيد هيبقى في مكان آمن علشان نقدر نحافظ على الديات اللي فيه والبيانات اللي فيه طبعا السيرفر والكلام ده هيبقى متوصل بجنريتور مولادات كهرباء علشان برضا لو حصل أي عطلة في أي وقت ما نبقاش تكلفة جهاز بالشكل ده قد إيه؟ التكلفة الفعلية فاندي ما نقدرش نحددها دلوقتي ولكن الهدف من المشروع ده هو تلك تقريبا يعني يعني أنه تنفس بالفعل مشروع زي ده بحيث أن أنت يستوعب انتخابات رئاسية هيصوص فيها ملايين من الناس تقريبا التكلفة تبقى عالية قوي مبالغ فيها ولا بالعكس بالعكس فاندي يعني إحنا لو قررنا بقى ما بين أنه هيوفر عدد من اللي جان أو هيوفر وقت أو هيوفر موظفين أو هيوفر مراقبين للسهولة العملية تمام خلينا أوضح لحضرتك أن انتخابات 2012 تم الانفاق عليها 4 مليار جنيه تمام ما بين سندي انتخاب ومطابع أمريا ومكافئات للموظفين اللي كانوا موجدين الـ 4 مليار دولار طبعا إحنا بنوفر منهم جزء كبير جدا أولا الأوراق بتاعة المطابع الأمريا اتكلفت حوالي 13 مليون وشوي احنا بنوفر 13 مليون دولار احنا مش محتاجينهم ولا محتاجين الأوراق بتاعة الطباعة حاجة تانية احنا قللنا عدد اللي جان لـ 172 لجنة فـ 172 لجنة يعني محتاجين 172 قاضي و 172 فني و 172 مساعد يعني قللت عدد العمالة كمان أو البشر من 5400 موظف لألف موظف ألف ومية بالزبط فطبعا هنا الفرق كبير جدا نسبة برضو التكلفة بتاعة المكافئات للموظفين يعني كله بقى طبعا أنت قللت البشر العاملين في أي مشروع أو في أي عملية بيقوموا بيها فأنت قللت التكلفة أخيرا هل بالفعل طرحت المشروع ده على حد هل ممكن نشوفه بالفعل مشروع قائم مثلا في التخبات الرئاسة القادمة؟ او أنا يعني هولا حررتك على حاجة أنا اشتغلت في المشروع دوت أنا باقي للسنتين شغال فيه بمجهود شخصي وفردي يعني شغال لوحدي ما عنديش كروء أو مجموعة نشتغل مع بعض أه نحط التفاصيل الدقيقة ليه ولكن أنا بتمنى أن حدي يعني من المسئولين أو حدي من اللجنة العليل للانتخابات يتبنى الفكرة ونبدأ نعمل ورشة عمل هل ممكن يعني لو حدي تبنى الفكرة هل ممكن تلحق أن الفكرة دي تطبق بالفعل في انتخابات الرئاسة القادمة؟ كل حاجة ممكن يا فندي مجيزة مستحيل كوقت أنا بقصد في الوقت اه كوقت كل حاجة ممكن طيب نتمنى أنه يعني من خلال زورك معنا نهارده أنه حدي فعلا يتبنى المشروع وإذا كان بالفعل مشروع بهذا الجودة وهذه الكفاءة والسرعة والأمان اللي حالك تحدثت عليها ياريت يعني هيوفر وقت هيوفر مجهود وموضوع مضمون زي ما حالك بتقولي 100% وغير قابل للاختراق في ياريت أن حدي يتبنى هذا المشروع ونشوفه في انتخابات الرئاسة القادمة تفضل في حاجة أخيرة كنت عايزة أقول لحضرتك عليها الهدف من المشروع هو ثلاث حاجات أول حاجة طبعا توفير المليارات على مزانية الدولة تاني حاجة أن احنا بنقدر يبقى عندنا قاعدة بيانات قوية ومحمية غير قابلة للتزوير تالت حاجة أن احنا عندنا الأمان في العملية الانتخابية يعني أنا عن نفسي عن عمري منزلت الانتخابات عشان أصوت في انتخابات لأن من داخلي حاسس أن صوتي مش فارق حتى لو كان الإحساس ده خطأ بس هو إحساس راسخ جوايا لكن لو طبع نظام إلكتروني هبقى عارف متأكد 100% أن صوتي هيفرق أو صوتي هيروح للإنسان بس أهم شيء لازم برضو يكون فيه ضمان لأنه غير قابل الاختراق غير قابل للتلاعب لأن حددك عارف أنه في بعض الانتخابات اللي تم إبطالها في عدد من الدول بسبب أنه تم اختراق أو تم التلاعب في نتيجة الانتخابات كانت برضو بتتم عن طريق بعض الأنظمة والمشروعات الإلكترونية أنا بشكر حضرك شكرا جزيلا لمهانسة عصام عبد العزيز صاحب هذا الابتكار أو مشروع الانتخابات الإلكترونية شكرا جزيلا شكرا جزيلا حضرتك بعد الفاصل الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية هيكلمنا عن زيارته لقطر وماذا قالت له موزة في هذه الزيارة بعد الفاصل